وإزاي نقدر نتعامل مع المهددات اللي بتهدد بيوتنا وخاصة وهي بتاخدها وبننزلق تجاه أكبر محنة ممكن تواجه الأسرة وهي محنة الطلاق فإزاي هنقدر نواجه المحنة دي من أهم الأشياء اللي بتخلينا مهددين في مسألة الجواز هي تدخل الأهل وبالمناسبة تدخل الأهل مش متأخر أوي في مسألة مسببات الطلاق ومنبئات الطلاق تتدخل الأهل يعتبر في المرتبة الثالثة أو الرابعة كتير أوه يكون في المرتبة الخمسة في منبئات الطلاق ولابد أن احنا نعرف أن تدخل الأهل ده لابد أنه مدفوع بفكرة هي فكرة ايه؟ الامتداد الطبيعي للأسرة ولما بنتكلم عن تدخل الأهل لأنه منبئ من منبئات الطلاق عمرنا ما أصدنا أبداً أي شكل من أشكال القطيعة مش قصدين أنه يبقى فيه قطيعة مع الأهل لكن احنا قصدين أنه نخلي بنا منه هذه الصور من صور التدخلات تعالوا نشوف الصور اللي عندنا من صور التدخلات اللي بتبقى في الحقيقة بتبقى فجة وبتعمل حالة من حالات اشتعال البيوت أم الزوج اللي هي دايماً عندنا مسألة الحمى تدخل هي وبناتها في حياة الزوج طول الوقت تقييم للزوجة طول الوقت مستيبنها في حالها طول الوقت دي أكلها دي شربها دي لبسها دي تدخل في كل تفصيلة البيت ما أنه مش مترتب كده ليه؟ أنتو مش هتخلفوا ولا لأ أنتو هتعملوا ولا مش هتعملوا تدخل طول الوقت في البيت وخاصة لو كان يا سلام بقى لو طلع الابن ده وات الابن الوحيد يعني الابن الوحيد الذكر اللي موجود في وسط بنات أو كان الابن ده الابن الوحيد للأم أو كان الابن المميز اللي هو الفرخة بكشكة عند والدته يبقى على طول إلي حاصل نتدخل مع أني شو رايح للقاضي لما يتجاوز زوجته مراته قالت له قللي اللي بتحبه قللي بتكرهه فقال لها إني أكره وأنت ملني أختاني يعني بحب إن أهلي زوجتي ما يملونيش فأرسلت إلى أمها لا تأتيني إلا على رأس الحال لو ما تجينيش تزوريني غير بعد سنة ليه؟ عشان مسألة التدخل أو تدخل أم الزوجة بقى يا سلام بقى على اللي بتعمله أم الزوجة وإزاي هي بتقعد توعيها إزاي تقدر تسيطر على زوجها وزوجها ما يقدرش يلعب من وراها وتقول لها كل كل التفكير الأسود اللي ممكن تشحن به إنسان وده كله داخل في إيه؟ داخل في عون الشيطان على الإنسان كل ده داخل في التعاون على الإثم والعدوان ونتدخل أبو الزوج وخاصة اللي هو اللي بيساعد بقى بيصرف هو اللي بيصرف فيتدخل بقى وإحنا عندنا قانون كده وكأنه قانون كمان في الحياة الزوجية بنشوفه كتير في الاستشارات الزوجية إن القرار في إيد اللي في إيده المصاري اللي في إيده الفلوس عشان كده بيتدخل أبو الزوج وكمان رؤية الزوجة لابوها على إنه هو بطلها وتهديد الزوج دائما بإنه دائما محطوط تحت الميكروسكوب إنت إيه يعني إنت زي والدي ولا مش زي والدي وده بيتيح لولدها إنه طول الوقت ممكن يتدخل وتدخل الأهل بيعمل شوية حاجات بينشئ شوية مشكلات وقد يفجر مشكلات ما كانتش موجودة وممكن يخلي المشكلة تتعقد بحيث إنها تصبح ملاقاش حال في تدخل الأهل مش لازم الأهل نفسهم آه ودي ملحوظة مهمة جدا لازم نقولها لكم في تدخل الأهل مش لازم إن الأهل دايما يكونوا هم السبب يعني مش لازم يكونوا هم أس المشكلة ولا مش لازم هم يكونوا هم الشراطين أبدا ده ممكن تكون العلاقة ما بين الأباء والأبناء هي اللي بتعمل مشكلة ممكن الأبناء يكونوا مثلا هم اللي عندهم مشكلة زي الإبن الاعتمادي ده اللي هو طول الوقت محتمد على أبوه وأمه اللي ساعد بيسموه ابن أمه وأنا ما بحبش المصطلع ده لك إنه بيساعد أبوه بيسموه ابن أمه فهو معتمد على أبوه في الجانب المادي وكأن أبوه هو صاحب الإدارة الحياة في البيت وهو ابن أمه بيسمع وكل حاجة هو بيرتكن إلى أمه ومش قادر يعيش الحياة لأنه ما يتأسس بشكل صحيح وما تعلمش مهارات التعامل مع الحياة الزوجية مش الحياة بس الحياة الزوجية التعلم والتمهير فيها دي حاجة تانية وهو مش قادر ياخد وضعية الزوج هو زوج مراتوا بتشوفوا إنه هو زوج إلا شوية ومتصور إن الأهل هيكبروا النقص ده لا أهو الأهل مش هيكبروا النقص ده ده الأهل بتدخلهم لو هم ما دخلوا مع زوج اعتمادي هم ما بيزيدوا المشكلة لأنه بيكرسوا في الزوجة إن الزوج دوت مش زوج يستطيع إنه هو يتحمل المسؤولية وهو فعلا مش هيقدة لتحمل المسؤولية طيب إيه لا يحصل أنا أعرف إن لو واحد عنده ابنه اعتمادي ما يزودهوش كسرة يروح يدربه بالضبط كده زي ما حدث النبي قال إنما شفاء العيس سؤال من استطاع منكم الباقة فليتزود ومن لم يستطف عليه بالصيام يعني إيه يروح يدرب نفسه طيب إيش معنى اختار الصيام الصيام لأنه فيه صبر إيش معنى اختار الصيام الصيام لأنه فيه جلد الصيام لأنه فيه قرار وفي نية فكل الحاجات دي محتاجة حضرة النبي أشار علينا إن إحنا نروح نتأهل قبل الزواج لأن الزوجة ساعتها ساعتها بتحس بتحس إن معها معها زوج مش مكتمل لما يبقى الزوج اللي هو الاعتمادي ده ومش مال يعنيها والزوج على فكر بيحس إن المراته مش مال يعنيها مش مال يعنيها من ناحية الاجتماعية ولا ناحية الإنسانية وكأنها مش متجوزة لأن ساعتها بتحس كأنها متجوزة حماها أو حمتها والعكس صعيح والعكس في نفس الوقت هو بيحس إن هو متجوز أمها لما أمهاته بتكون متدخل في كل تفاصيل حياتها إنتوا عارفين في الوقت ده أنا بحس إن من أفضل من أهم الأحاديث اللي تكون قداما إن إننا من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه إلى باقوا الأمهات لا يعنيهم إن هم يكونوا هم اللي بنجحوا الجواز ده دي أم الأولاد هيعملوا إيه هيجربوا إمتى هيتحملوا مسؤولية بيت إمتى والزوجة كمان ممكن يكون عندها مشكلة إنها بتفشي أسرار بالساعتين بتكلم مقالدتها هو بالمناسبة هم هنانا وفي أسرار ما بين بنت ومها أكيد آه أكيد آه يعني يعني أسرار البيت يعني لو طلعتها لأمه ده غلط آه في فرق من بين إن أنا أستشير ومش معقولة أكون باستشير في كل حاجة في حياتي في فرق إن أنا باستشير ولزلك أنا بقول للأباء والأمهات إيه أنتوا بتحولوا إلى خبر فمنفعش إن الأم تتحول إلى وحد عايش معي طول الوقت فييجي مع الزوج تقول له كلمة فالزوج يقول إيه ده يا مراتي إزاي سمحت إنها تخليني إنسان صغير كده قدام أهلها والزوجة دي بتخلي أمها تشيل في نفسيتها من زوجها من زوج بنتها وعملت حالة من حالات الاستعداء والاستنفار بدون داعي والاستعداء والاستدعاء الدائم للأهل بيعمل استعداء لدى الأهل لأن الاستدعاء الدائم للأهل في كل صغيرة وكبيرة بيبقى مصيبة للزوجين والأهل اللي بيتم استدعاءهم عند وجود احتياج ليهم الأباء بينتقلوا للأضوال مع أبنائهم لما يكونوا ولد شاب والبنت شابة بيكونوا أصدقاء للأهل ولما يتجوزوا بيتحولوا إلى مستشارين هو ده الدور الحقيقي وما فيش في الحقيقة مستشار يعني الزوجين الأب والأم اللي هم بالنسبة للزوجين تحولوا إلى مستشارين فبقى عندهم أربع مستشارين لو هم موجودين ربنا يديهم الصحة فيبقى عندهم مستشارين بيعونوهم على البر والتق وما فيش مستشار شفتوا في حياتي بيقعد طول الوقت مع اللي بيستشيروا لن احنا عندنا أساس من أساس من أساس الاستشارة إنك بتقدم الاستشارة عشان ينفذها اللي بيستشيرك فما ينفعش إن انت تقوم بتنفيذ الاستشارة عن عن أولادك المتجوزين وإلا كده هيعجزه لكن لما يحتاج خبرتك وفهمك ساعتها يستدعيك وساعتها تبقى تروح له لذلك زي ما بنقاهل المقبينة على الزواج آه هنا بقى حاجة مهمة أولا أولا لدينا مبادرة مهمة أولا لازم نأهل الأهل كمان وأنا بدعوكم عشان يبقى عندنا دعوة دعوة إلى إيه؟ تأهيل الوالدين على ماذا؟ على دعم الأسرة الجديدة بأنهم يتحولوا إلى مستشارين الناس لما بتترقى كده انتو كبرته بقول للوالدين انتو كبرته خلاص لازم تتحولوا إلى مستشارين ما ينفعش تتحولوا إلى مربين يبقى مصر إن انت الولد ينفذ اللي انت بتقوله واللي انت بتربيه أنا فكرة ما بحبش فكرة إن الأبناء لازم ينفذوا أرائي الأباء غصبا عنهم لكن هو يتحولوا إلى مستشارين وديني النصيحة والنصيحة لها شروط فلما أجأ أستشير أو أنصح لما أقدم الاستشارة أو أنصح بضوابطة ولما يجي ابني يحكي لي كل حاجة أقوله يا ابني عيب ويبني ده مش مناسب وإن ده وتمضر هيجي يقولولي طبعهم بيجوا وننفسوا عندنا لازم نعلمهم لازم نشير عليهم بأن التنفيس ما بيكونش في كل حاجة وإلا لو التنفيس في كل حاجة إحنا بنخزن في نفسنا ونعلمهم أن كل حاجة دي ضغط يعني إيه التنفيس أنه هو قال لي أعملي كبات شاي وبعدين بعد ما عملت له روح نام إيه التنفيس ده طبعا أنا لما أعلمه أن دي حاجة توجع طبعا أنا أبعلمه أنه يبقى حساس وبدمر صبره وبدمر قدرة تحمله فأنا لازم أعلمه أن في حاجات لازم نتجاوزها لازم يبقى هو سهل هاي اللين هي سهلة هاينا لينة لازم يبقى فيه تغاضي في عدة ظاهر بتحصل في الجواز الظاهرة بتحصل في بعض الأحيين لما الأزواج يتجوزوا في بيت عيلة أنا بسميها دا استراحي بسميها ظاهرة ابتلاع الجواز الجواز حصل ابتلاع لي لأن ما بيبقاش لا فيش خصوصية حاجة كده زوابان الزواج ابتلاع الزواج حاجة كده كأن الجواز ده دخل في السوق بالأسود فبخلاص الجواز بيروح في خبر كان ده بيكون جواز مفهوش العيشة الحقيقية لأن حاجة كده مفهاش إحساس الزوجين بأنهم عندهم خصوصية ولا أنهم معايشين حياة طبيعية